اشتركوا في القناة احنا متعواتين دايما ببتدي بكيس. الحالة بتاعتنا بمنتهى البساطة بتقول ايه? واحد عنده اربعة وثلاثين سنة. يبقى واحد عنده ميل عنده اربعة وثلاثين سنة. بيشتكي من ايه? من حاجة اسمها وحاجة اسمها بعد حاجة اسمها عملية نقل دم غير سليمة هو مسلا فاصيل الدم ايه? خد دم فاصيلة بيه مسلا. فزي ما احنا عارفين يحصل هيموليسس ويحصل مشاكل. المهم اتعمل له وجد انه عنده اديمة وعنده هايبرتنشن. اتعمل له انفستيجيشنز. الحالة الشخصة انها حالة اكيوت رينال فيليا. يبقى تاني. الانتو دكتوري كيس بتاعتنا بتقول ايه بمنتهى السهولة بمنتهى البساطة. سفرد فروم انيوريا. اند هيدك افتر انكمباتابل بلات ترانسفيوجان. ايجزامينيشن شود ذات ايه كونديشن اوشنالايز اديمة. واضح من الحالة اللي عندي ان فيه شوية مصطلحات كده عايز اعرف معناها وعايز اعرفها هي عبارة عن ايه بالزبط. يعني على سبيل المثال هل نعرف يعني ايه انيوريا? طيب هل اعرف الهيدك سابه ايه في الحالة دي طب ايه طب يعني ايه اكيوت رينال فيلير اصلا? واعلاقته بالانكمباتابل بلات ترانسفيوجان انا ما اعرفش يبقى ده بقول عليها ايه اللي هي الليرنينج او ايه اللي المفروض اعرفه بعد ما افهم يعني ايه رينال فيلير يبقى اضعف الايمان اعرف المعلومات الاتين. اولا محتاج اعرف يعني اساسا رينال فيلير واعرف الوانيج ايه رينال فيلير سواء اكيوت رينال فيلير بالقوسة و المانفستيشانز بتاعته. او بالقوزس بتاعته. ثم مصطلح مهم جدا اسمه الدياليسيز. في الدياليسيز ده عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف عايز اعرف الدياليسيز. يبعزين اعرف يعني ايه الدياليسيز ويه اللي بصوا في سيرجي بتاعه. ثم اعرف يعني ايه نبدأ باول حاجة عندي ديفنيشن للرينا الفيلير. وانا بتكلم في الرينا الفيلير يبقى اول حاجة نسألها لنفسنا يعني ايه ديفنيشن للرينا الفيلير. يعني ايه رينا الفيلير اصلا. رينا الفيلير يبقى بالاسم كده. فيلير اف كدني تو برفورم اتس نورمال فونكشن. يبقى تاني. ما قولي يعني ايه لنا الفيلير معناها. فيلير. اف كدنيس. تو برفورم زير نورمال فونكشن. يعني ايه كويس. وبتمتاز بايه. فول انجلوميرولر فلتريشن اللي هيقدى بيدوره لزيادة البلازمة يورياليفتز. يبقى فيلير. اف دا كدنس تو برفورم زير نورمال فونكشن. اكمبنت بايه. دي كريز انجلوميرولر فلتريشن. ريب طبعا. اللي بدوره هيزود حاجة اسمها. لازمة. يوريال. يبقى فيلير اف كدنيس تو برفورم زير نورمال فونكشن. زير يزيادتين ايه? افول انجلوميرولر فلتريشن. وتشيليد تو انكريز ان بلازمة. يوريا. لفل. كلام كويس. لك خلي بالك. طبيعي ان الكدني هاز جريت مخزون بنعمل لها احتياطي. بحيث ان الكدنزميس سوفوا العظمة بتاعت ربنا. دي حاجة بقول عليها حاجة اسمها كيدني ريزير فاكرين حاجة اسمها الكاردياك ريزير فهنا دي حاجة اسمها كيدني ريزير تولت الكيدني ماس سوفشاند تو بيرفورم ايه زا نورمل كيدني فانشن كلام كويس طيب الملحوزة التانية اللي محتاجة عرفها اللي خلي بالك. احنا قلنا قبل كده نورمالي بيساوي كام مية وخمسين مية وخمسة وعشرين ميلي برمينة. طيب اقول ان هيحصل رينا الفيلير او هيحصل مانفستيشنز وفرينا الفيلير امتى? لو بقى اقل من ايه من تلاتين ميلي برمينة. يبقى معناها دخل في ايه? في رينا الفيلير. ونتيجة ده هيبدأ يحصل تشينج بقى في الفونكشن بتاعت الكيدني بقى فيها فيلير. هيحصل ايه? مشاكل بقى. نتيجة بقى هيحصل زي اليورية والعمونية. فيحصل زيادة للفهم للبلد. وهيحصل مشكلة في الووتر والالكترولايت. كلام كويس قوي. يبقى انا عرفت يعني ايه? فيلير. فيلير. ويقدي الى نقص في فيلتريشن. اكملت باي انجريز ان بلازما يوريا. عرفنا ان لو قل عن تلاتين ميلي برمينة. اقول ده دخل في ايه? في طيب. لو جينا نبدأ بقى طايبس. طايبس. اوف. رينال. فيلير. ممكن يبقى اكيوت. يحصل ايه? سادن. انست. شورت ديوريشن. فحاجة اسمها اكيوت رينال فيلير. وممكن ان لونجران يتقل عليه كورونيك رينال فيلير. لو بتاتي باول حاجة عندي اكيوت رينال فيلير. اكيوت رينال فيلير. عبارة عن ايه? الاكيوت رينال فيلير ومواصفاته ايه? بمنتهى البساطة. قال لك خلي بالك. اول حاجة دايما اسألها النفسي ديفينيشن للحاجة دي. انا بتكلم معنا اكيوت رينال فيلير. يبقى معناها صدن رينال انسوفيشنسي. نتيجة ايه? دامج اف لارش نمبر اف نيفرونس. يبقى اكيوت يعني معناها فيه صدن انسي. صدن انسوفيشنسي. يبقى معناها صدن رينال انسوفيشنسي. نتيجة ايه? دامج اف لارش نمبر اف نيفرونس. ده هيقدي الى ايه? حاجة اسمها اكيوت رينال فيلير. طب ايه هي الكوزس اوف اكيوت رينال فيلير? قال لك خلي بالك. انا عندي الكدنة اهي. اده اليوريتر. اللي هيوصل هنا ومنحة تانية نفس الكلام. اهي? هنزر يوريتر. وايه ده الاظر كدني بالشكل ده. يبقى دي الكدنة اهي? الكدنة عشان تشتغل مزبوط محتاج تلات حاجات اساسية. ان يحصل فلتريشن البلازمة الاول? فلتريشن. اوف بلازمة. ثم ان بتاعت النفرون تبقى شغالة كويس. يبقى ده النفرون. وراخر اهو النفرون جوه. الكدني يشتغل كويس. تلت حاجة. احنا كواننا بدأتنا كوان اليورين ويحصل له يبقى من خلال بقى سم يوريترا. يبقى محتاج فلتريشن. محتاج بتاعت النفرون. محتاج لو حصل لأي واحدة من التلاتة دولة تديني اكيوترينال فيليار. بمعنى. اما اجا اقول الكوزس اوف اكيوترينال فيليار بقى واضح جدا. في الحالة ده اه? ان انا ممكن يبقى عندي تلات انواع للقوزس او تلات اسباب رئيسية. ممكن يبقى سبب مشكلة في ايه? في الرينا البرفيوجن. الدم اللي راح لكدني افكتت. ان اديكويت. فبقول عليه في الحالة ده ايه بري. رينال. قوزس او بقول عليها بري رينال فيليار. في مشكلة في الرينا البرفيوجن. زي في حالات ايه? السيفير رينال سكيميا. ممكن تبقى المشكلة في الكيدني نفسها. في دامج او افكشة للكيدنز. ممكن يحصل نيكروزس في الكيدني نفس. ففي الحالة دي بقول عليها انترينسيك رينال فيليار او انترينسيك كوزس او اكيوت رينال فيليار. زي حالات ايه? اكيوت تيوبيولار نيكروزس. اكيوت تيوبيولار نيكروزس. اللي ممكن تحصل في حالات ان الكمباتابل بلود ترانسيكيوجن. لما يحصل ويطلع الهيموجلوبين ويترسب اه كاسد هيمتين في النفرون ويضمره. يحصل اكيوت تيوبيولار نيكروزس. او في حالات الاكيوت جلوميرولو نوفريتس. او في حالات الاكيوت رينال بويزنز. بعد السموم تضمر التيوبيولز بتاعت الكيدني. فيحصل اكيوت رينال فيليار. طيب لو حصل المشكلة لاهي في الفلتريشن ولا في الكيدني لقتها في الاكسيكريشن. استون مسلا بيلاترا استون افكت اليوريترز. فحصل للاوت فلو اوف يورين. فيحصل اكيوترين الفيليا. او حصل ممكن يكون مسلا تيومر كبيرة او في اليورين البلاتر افعلت السكة بتاعت التو يوريترز. فحصل اوبستراكشن. او اوبستراكشن فين في اليوريسرا وقعد ومدة طويلة ضمر الكيدنيز. او اه مسلا في اه تضخمت وقفلت اليوريسرا. كل دول يعملولي حاجة اسمها بوست لو تاريت نوع عندي بقى حاجة بعد الكيدني يعني حاجة اسمها بوست رينال كوزس او بيتقال عليها بوست رينال فليا. زي الحالات زي ما لسه قيل حالات فيه اوبستراكشن. او استراكشن. او استراكشن. او استراكشن. او استراكشن في اليوريسرا. يبديل سواء بري رينال كوزس او انترينسيك رينال كوزس او بوست رينال كوزس. طيب. المانيفستيشنز بقى. مانيفستيشنز او اكيوت رينال فيليور. الاكيوت رينال فيليور بيمتاز بايه? اهم شكله اهم واصفاته اللي خلي بالك. ممكن يبقى بيعاني من اوليجيوريا. وممكن يحصل اانيوريا. طب فهمني بقى. اوليجيوريا يعني ايه? وانيوريا يعني هل اانيوريا يعني ما فيش يورين خالص? قال لك لأ. قال لك ممكن يحصل الاتي. هو او في اليوم قد ايه? لتر ونص. في اليوم. طيب. لو قلع عن ربعمية ميلي في اليوم اقل كمية طبعا. اقل كمية نورمال. اقل كمية. خمسمائة ميلي في اليوم. طب اقل من ربعمية وازياد من تمانين ميلي بردي اقول عليها اوليجيوريا. طيب لو اقل من تمانين ميلي في اليوم اقول عليها اوليجيوريا. يعني مثلا لو واحد بيعمل يورين او اضبط مثلا خمسين ميلي في اليوم. يورين. لا يبقى ديت اوليجيوريا. ما قلش عليها اوليجيوريا. طب مية وعشرين ميلي او مية وتلاتين ميلي اقول عليها اوليجيوريا. يبقى هلاقي في عنده حاجة اسمها اوليجيوريا وبعض الوقت هلاقي اوليجيوريا ممكن بتحصل. ممكن يحصل حاجة اسمها سلط اند ووتر ريتنشن. طيب ما يحصل سلطة اند ووتر ريتنشن. الشخص ده ممكن الاقي عنده ايه? ممكن يحصل عنده حاجة اسمها اديمة. ممكن يحصل اديمة. ممكن يحصل ارتفاع في ضغط الدم. طيب البلد اخباره ايه? هلاقي عنده هايبر كاليميا. يبقى في زيادة في البوتاسيوم في الدم. وزيادة في النون بروتين نتروجنس كومباونس. نون بروتين نتروجنس كومباونس زي ايه? زي اليورية. زي الكرياتينين. زي اليوريك اسد. كل دول يعلم. طيب البي ايتش افزا بلد. هتوبقى اخبارها ايه? تزيد ولا تقل? هتقل يعني يحصل ها? ميتابوليك اسي دوزيس. لو الحالة اهملت. اف انتريتد. ممكن يحصل كومة اند ديس. كيف انا عرفت دلوقتي ايه هي الكوزف اكيو ترينا الفيريار? سواء او 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 ايه المنفسيش سواء اوليجيوريا او سلطوطة ايديمة ايبرتنشن. كريز نون بوتين تورجنس كومباونس وي اه البوتاسيوم في الدم. تابوليك اسيدوزيس. كوما اند ديس اف انتريت. طيب هل البروجنوس بتاعه كويس ولا وحش? اللي انا بقول عليها بروجنوزيس. اوف اكيو ترينا الفيريار. هل في امل في شفاقه ولا ايه الوضع? قالك هي عبارة عن اميرجنسي كونديشن. ولكن على الرغم من انها سرياس واميرجنسي كونديشن لكن لو حصل تريتمنت هيبقى ايه? هيبقى كومبليت كيور ممكن يحصل. يعني بلاقيها الجد. بروجنوزيس بروفايدد ان يحصل بروبر تريتمنت. طب التريتمنت بقى. اوف اكيو ترينا الفيريار. بيتم ازاي? اللي خلي بالك. اعالج السبب دايما بقول. انا اشوف السبب ايه عالجه. حصل مثلا وليا كونديكريزي بفجرى نتيجة سيفير هايبوتينش. سيفير هيمرج. شك. اعالج الحاجة دي. اعالج المشكلة دي. يبقى اول حاجة تريت زاكوس. تاني حاجة بقى انا عالجت السبب. اعالج المشاكل اللي حصلت. اعمل كوريكشن. للأسد. بيز. ديستيربنس. واعمل كوريكشن اللي من تاني. لالكترولايت. ديستيربنس. كلام كويس. طيب. الدياليسز ممكن يبقى. الغسيل الدياليس ده ايه هو عبارة عن ايه ومميزاته انا نتكلم عنه كمان شوية. ثم لو حصل اي تانية. اعمل تريت من تلح. يبقى انا عرفت فيه الاكيوت. يعني ايه ديفينيشن بتاعه. ثم عرفت الكوزس. طيب تاني حاجة نتكلم عنها بقى اللي هي الكورونيك رينال فيليار. الكورونيك رينال فيليار. الكورونيك رينال فيليار زي ما دينا ديفينيشن ليه الاكيوت? يبقى لوجيكالي محتاج اعرف ديفينيشن ليه الكورونيك رينال فيليار. يبقى اول حاجة اسألها النفسي ايه هي الكورونيك رينال فيليار. هناك كان اكيوت رينال انسوفيشنسي. لأ هنا بقى هيبقى فيه يعني تدريجي. جراديول رينال انسوفيشنسي. جراديول رينال انسوفيشنسي. از ارزلت اف بروغريسيف. في بروغريسيف باستمرار بحاجة بتزيد. حاجة بتبوز باستمرار. از ارزلت اف بروغريسيف دامج اف نفرس. يبقى جراديول رينال انسوفيشنسي از ارزلت اف بروغريسيف دامج اف نفرس. طيب ايه هي الكوزوس? بتبقى كرونيك كوزوس. كرونيك كوزوس يعني على سبيل المثال. كرونيك ايه مثلا? كرونيك جلومريلونيفريتس. كرونيك اسكيميا. كرونيك باييلونيفريتس. لاميشن في الرينال بيلفيس. زي كونجيليتال ديسيز حاجة اسمها بوليسيستيك كيدني ديسيز. كرونيك اوبستراكشن. تيومر. يبقى كرونيك ايه? كونديشنس. طيب ايه هي بقى? المانيفيستيشنس. انا عرفت دلوقتي ديفينيشن. وعرفت الكوزوس. ايه هي المانيفيستيشنس. كرونيك رينال فيلير. خلي بالك عشان الواحد اللي بيركز يحاول يقارن ما بين الاكيوت رينال فيلير وكورونيك رينال فيلير هو بيدرس لاتنين. انا قلت في الاكيوت رينال فيلير فيه يوريا. اور انيوريا. طب هنا في الكورونيك رينال فيلير قالك لأول حاجة هلاقيها هلاقي حاجة اسمها بوليوريا. يا اه بوليوريا. اه. يعني ديورين اوبوت زايد. طب سببه ايه? خلي بالك. هناك كان فيه صدمة. اكيوت كونديشن. فزي ما واحد يتصدم مش عارف يتصرف مش عارف يتحرك. فهناك الاكيوت كونديشن عملت افكشن صدم افكشن فما فيش شغل في الكيدنس خالص. لكن هنا هو ده بروجريسيف كونديشن. كورونيك كونديشن. بعض النفرونز شغالة وبعدها خربان. فانا هلاقي فيه في الرينال. في بعض النفرونز لسه شغالة. فهلاقي فيها ايه? زيادة للرينال. مش كده وبس. هلاقي فيه اكسترا لود اوف سوليوتس. السوليوتس اللود عالي في عاملة اوزموتك دايوريتكس. فاتزود اليورين اوتبوت ممكن مرتين لتلات مرات في اليوم. يبقى ده البوليوريا وعرفنا ليه? لان ده كورونيك كونديشن في بعض نفرونز لسه شغالة. هيزيد لها الرينا البلات فلو جلومونة في التريشاريت. ويحصل حاجة برضك اسمها اوزموتك دايوريتكس نتيجة الاكسترا لود اوف سوليوتس. قال لك هيحصل حاجة اسمها ايذو ثينيوريا. ايذو ثينيوريا. ايذو ثينيوريا يعني ايه? قال لك يعني هيحصل اكسيكريشن ليورين لسبيسيفيك جرافتي بتاعته. زي مين? زي البروتين فري بلازما. كلام كويس. ودية ما اقول ايذو ثينيوريا. يعني اليورين ايذو ثينيوريك. يعني سبيسيفيك جرافتي بتاعته زي البلازما. معناها ان فيه ايه? رينال تيوبلر دامج. فيه رينال فيلير. فيه فيلير اوف رينال مدالة ريفانشن. معناها ايه? ايه ديورين فيه مشكلة. مفيش ايه? مفيش كونسنتريت ديورين. الكيدنيفيل ديتو برفورمتس فانشن. يبقى فيه ايذو ثينيوريا. بلاقي فيه حاجة اسمها ازوتيميا. يعني ايه ازوتيميا? هلاقي فيه اكيوميليشن لليورية. عند اظهر نان بروتين نتروجينس كومباونت زي اليوريك اسد والكرياتيني. وممكن الاقي جينيرالايزد اديمة. بالزات امتى? لو انا ما عملتش ايه? ووتر ريستريكشن. طب البلاد بريجر كان في الاكيوت كان عالي هنا اخبره ايه? هيبقى بردك فيه هايبر تنشن. طيب البلاد بريجر هيعلى هنا ليه? قالك تفيه فيلير للإكسيكريشن للسلطة من ناحية. ومن ناحية تانية فيه انكريز للرينين ريليز. فيحصل هايبر تنشن. يحصل حاجة اسمها? استيو ماليشيا. استيو ماليشيا. استيو ماليشيا فيه مشكلة في البون. سببها ايه? فيلير اوف فورميشن اوف واحد خمسة وعشرين دايهايدروكسي كولكالسيفيرون. وانكريز فوسفيت ليفل. في الحالة دي هايبر بارا ثيريدزم. في الحالة دي هايبقى فيه ساكندري هايبر بارا ثيريدزم. طيب يبقى الاستيو ماليشيا هنا نتيجة فلير اوف فورميشن اوف واحد خمسة وعشرين دايهايدروكسي كولكالسيفيرون. ما بيكوانش. ونتيجة زيادة الفوسفيت ليفل. اللي خلي بالك. في حالات الكوروني كرينا الفلير الكيدنز كانت اكسيكريت ان اورجانيك فوسفيت. الفوسفيت بيتكون ويزيد. وما بيحصلوش اكسيكريشن كويس فهيتعمل كومبليكسي مع الكالسيوم. زائد انه هيقلل تكوين واحد خمسة وعشرين دايهايدروكسي كولكالسيفيرون. فهيقفكت الكالسيوم ابزور مشان منين؟ من الانتستي. طيب. النتيجة ايه؟ انه هيقلل بلازمة كالسي. اللي بدوره هيزود الباراثيريد هرمون سيكريشن. اللي بدوره هيعمل ايه ما يزيد الباراثيريد هرمون؟ اولا زد نتيجة ناص الكالسيوم هنا. نتيجة مشكلة في الكدني. فيتقال عليه ساكندري هايبر باراثيريد ازم. احنا عارفين البرايمري يعني المشكلة فين؟ في الباراثيريد جلند نفسها. ساكندري يبقى اوي فرم باراثيريد جلند. طيب اما يزيد الباراثيريد هرمون هيزود الكالسيوم منين؟ من البون. هيقدي لحاجة اسمها هيحصل زيادة للبون فتبقى البون ضعيفة سهل ان يحصل فراكشور. وما يبقى فيه كرونيك هايبر باراثيريد ازم هيقدي الى زيادة في الكالسيوم ليبل ويحصل في ميني تيشوس يحصل حاجة اسمها متاستاتيك كالسيفيكيشن. ممكن يحصل كالسيفيكيشن في الهارت نفسه ويقدي الى مايوكاردي الفيليار. يوم اعرفت الاستيو ماليشيا بتحصل ليه في حالات الكرونيك رينال فيليار في ساكندري هايبر باراثيريد ازم بون ريزوربشن. ثم مع كرونيك هايبر باراثيريد ازم يحصل ايه يحصل متاستاتيك كالسيفيكيشن. طب ايه الماليفيستيشن الثانية اللي بلاقكم من في الكرونيك رينال فيليار بيبقى فيه انيميا. كرونيك كونديشن. سببها ايه الانيميا دي? قالك في حالات الكرونيك رينال فيليار ده كرونيك ديسيز هلاقي فيه انجليز لحاجة اسمها الهبسيدين. وده عمارة عن ايرن ريجيلاتوري بابتيد هورمون. علاقة عكسية ما بينه وما الاير. زاد الهبسيدين. هيحصل حاجة اسمها هيبوفيريميا. هيحصل انيميا. مش كده وبس مع الكرونيك رينال فيليار. الكدني فقدت الوظيفة بتاعتها انها تقدر تصنع ايريثروبويتين. في ايه اللي السيكريشن? هيحصل توكسيك. اكيومليشن نتيجة الكدني مش قادرة تتخلص من التوكسينز. فيحصل دي بريشن للبون مارو بيتوكسيك سابس ازيز. مع الكرونيك دي سيز هيبقى في لوسف ابيطايت. يعني في سيفير انوريكسيا. بتعمل انيميا. الاربسيز مش مزبطة تصنعها مش مزبوط. فيبقى فيها شورتر لايف سبان. هيبقى. ليه يا ابني? يحصل انيميا مع كرونيك رينال فيليار من الحاجات المهمة جدا اللي لازم اكون عارفها. في زيادة الهبسيدين. ريثوبيوتين قليل. دي بريشن للبون مارو بتوكسيك سابس ازيز. في لوسف ابيطايت. فيه شورتر لايف سبان للاربسيز. طيب كان في الاتيوترين الفيليار كان فيه ميتابوليك اسيدوزيز. هيبقى هنا بردك? قالك اه. هيبقى فيه هنا بردك ميتابوليك اسيدوزيز. سببها ايه يا ابني? قالك بمنتهى البساطة. الكتني مش شغالة. مش قادرة تحفظ على الاسد بيز بلانس. يبقى فيليار اف كتني تو كنترول اسد بيز بلانس. طب الالكترولايت اخبرها ايه? قالك هيحصل ايونيك ديستربانسز. هيحصل ايونيك ديستربانسز. ايونيك ديستربانسز ممكن نلاقي ايه? هيبر كاليميا. ممكن يحصل هيبو كالسيميا. ممكن يحصل هيبر فوسفاتيميا. يبقى المانفستيشنز الثاني بتاعت الكورونيك رينال فليار. فيه بوليوريا. في ازوتيميا. ايزوتينيوريا الاول. يبقى فيه بوليوريا. ايزوتينيوريا. ايزوتينيوريا. ازوتيميا. جنالايز اديما. هايبر تينشن. استيوماليشيا. انيميا. متابوليك اسيدوزيس. اند ايونيك ديستربانسز. طيب البروجنوزيس بقى. بروجنوزيس. اوف كورونيك رينال فليار. كورونيك رينال فليار. بروجنوزيس. انا خلي بالك. هي المشكلة بتاعت الكورونيك رينال فليار. انها بتمشي انجرادي والمانر. الحكاية بتزيد. وبرمنانت مانر. يعني المشكلة بتاعتها انها باد بروجنوزيس. انا على ما اكتشف الكورونيك رينال فليار بقى فيه برمنانت دامج لكيدني. مش هيرجع تاني. طيب اعالج ازاي الكورونيك رينال فليار. قال لك اول حاجة. حاجة اسمها دياليسس. وهنفهمها كمان شوية. بنعمل اللي بقولها لها غسيل كلوي. دياليسس ازا نفهم يعني ايه حالة. وانواعه ايه وايه مميزاته وايه حيوبه. يبقى دياليسس وهنشرحها كمان شوية. تاني حاجة. الديت كنترول. بنعمل للبروتينز. وبندي مالتي فيتامينز. طيب ليه? في كورونيك رينال فليار نمنع او نقلل البروتينة طغم اهميتها. احنا عارفين مع كورونيك رينال فليار فيه ازوتيم يعني. في مشكلة فيه مش قادرين نتخلص من بتاع البروتين متابريزم. فانا ما اقعد اكتر في البروتينات بستهلك اكتر. بعمل مشاكل اكتر. وبزود اكتر. بمشاكلهم وخوطراتهم. يبقى. اول حاجة اعملت الدارس هو هتكلم عنها حالا. ثم ضايد كنترول. ثم اعمل كنترول للمشاكل اللي حصلت. كنترول اللي حصلت بقى. سواء ازد اس بالانس. الايكترولاية دستيربانس. هيبرتنشن. اديمة. اناميا. في الانيميا ممكن احتاج ادي اليتروبويتين لانه ناقص. وممكن ادي باكت ريت بلد كرباص اللي انه في اانيميا. اعالج الاستيو ماليشي ان انا ممكن ادي واحد خمسة عشر ده هيدروكس كولكالسيفيرول اللي هو الاكتف فورم او فيتامين دي. في كورونيك رينال فيلير ممكن اعالج الاعمل بريفنشن لانفكشن ممكن تحصل. يبقى بريفنشن. اوف انفكشن زي النومونيا ممكن تحصل. ممكن بقى كانت ستيتش بقى الكدني خلاص اتدمرت تيرمينال رينال فيلير. محتاج اعمل حاجة اسمها كيدني ترانس بلانتيشن. يبقى الكيدني ترانس بلانتيشن اه ممكن استخدمه امتى? ده اند ستيتش كونتيشن. في حالات التيرمينال رينال فيلير. بس هالي الحكاة وردي? ولا في مشاكل. قال لك في مشاكل. اولا مش متوفرة غالية. ثانيا فيه ممكن يحصل حاجة اسمها. ممكن يحصل الجسم يلفظها يرفضها. ولذلك من يضطر ناخد ادوية بمشاكلها واخطرتها زي كورتيزون. يبقى من يجي نعالج كوروني كرينال فيلير بالديالسز بالديائيت كنترول وفي جديد او ديسوردرز او بروبلمز او كوروني كان الفيلير زي المانيا بالكدني وانا اتكلمت على فيما خص فضل لنا جزء صغير خالص اللي هو حاجة اسمها ايه حاجة اسمها مهم جدا ناخد نفس عميق علشان افهم يعني ايه يعني ايه زي ما انا متعود دايما حاجة جديدة عايزة اتكلم عنها اول حاجة اتكلم عنها ديفينيشن يعني ايه دياليسز دياليسز معناها ايه سيباريشن اف سمولر مولوكيولز فروم لارجر مولوكيولز ان اصوليوشن باي ديفيوشن اقروس اسيليكتيفلي بيرميابل منبريه ايه الكلام ده انا عندي سيليكتيفلي بيرميابل منبريهن او فيه سمولر مولوكيولز اه وفيه لارجر مولوكيولز اه لو من خلال هذا السيليكتيفلي بيرميابل منبريهن قدرت اعمل سيباريشن لهذه الاسمول مولوكيولز عن اللارج مولوكيولز في الحالة ديه تقول عليها دياليسس يبقى الداليسس هو عبارة عن ايه تاني التكرار بيعلم مين الشطار عبارة عن سيباريشن اللارجر مولوكيولز from larger molecules from larger molecules in a solution by diffusion across selectively permeable membrane يبقى ثاني separation from smaller molecules from larger molecules in a solution by diffusion across a selectively permeable membrane ده أقول عليه دياليس فيه membrane ها selectively permeable هقدرنا بواسطه نقدر نعمل separation smaller molecules من large molecules ده أقول عليها ايه dialysis غسيل طي ايه types of dialysis ألا خلي بالك في عندي two types of dialysis حاجة اسمها بريتونية dialysis وحاجة اسمها الهيمو dialysis اللي انا بقول عليه artificial kidney ايه هو الهيمو dialysis وهو الهيمو البروتونية dialysis البروتونية dialysis عبارة عبارة عن ايه فكريته ايه معل ايه انا قلت انا محتاج selectively permeable dialysis membrane قال لك انا ممكن استخدم البريتونية as a dialysis membrane ازاي انت عندك بيش انت هو وقادي الابدومن بتاعته دي الابدومن الابدومن الارجانز محاطة بحاجة اسمها بريتونية يبقى فيه نهوت حاجة اسمها ايه بريتونية فقال لك بمنطقة البساطة لو انا جبت two liters of a balanced solution containing electrolytes in same composition as normal plasma وعملنا لهم introduction into the بريتونية يبقى هنا هو استخدمت balanced isotonic solution زي وزي البلازمة balanced solution تركبته زي البلازمة وحقانت الجوة البريتونية الكافيتي ايه اللي يحصل البريتونية الكافيتي ده هي البريتونية الممبرين هيشتغل بريتونية هيشتغل زي dializing الممبرين لو البلازمة هنا كده البلازمة بتحتوي على high concentration لسر زي البوتاسيا وزي اليورية هيحصل لها يدخل في البريتونية الكافيتي بعد شوية ساعة او بعد وقت معين هسحب الكمية اللي انا ايه هانتهى في البريتونية واعد اكرر العملية دي يبقى انا بعمل ها بعمل حاجة اسمها بريتونية الدياليسيس يبقى البريتونية الدياليسيس باستخدم البريتونية as a dializing membrane two liters of a balanced solution containing electrolyte in same composition as normal plasma is introduced into the بريتونية cavity وبالتالي هيحصل السubstances which are present in a high concentration in the plasma زي البوتاسيا موليورية هيحصل لها diffusion into the injected solution with the solution in the بريتونية cavity is drained again باسحاب and the process is a repeated كلام كويس ده البريتونية الدياليسيس اما لي الهيمو داياليسيس او الارتفيش الكيدني قال لك خلي بايا لك دي معقدة شوي بعمل ايه قال لك خلي رك ركبنا هنا هو تكاني لأ وخرط ما هو الدم منه هيعدي في سيرتن سيستم وفي سيلوفان تيوب اه ده السيلوفان تيوب اه عدي من خلالها كده وبعدين رجعوا للجسم تاني السيلوفان تيوب ده هو اللي هيشتغل هيشتغل زي اكنه ايه اللي هيحصل السيلوفان تيوب ده هو تيوب ده هي بتحتوي على بلانس سلط سيديوشن بس يبقى انا عندي تاني بلاط فورم ريديال ارتري بمب ثرو اسيستم اف سيلوفان تيوب يعني هلاقي هنا هو ماشي ماشي فين في هذا السيلوفان تيوب وانا معدل ايه البلاط جوا جوا السيلوفان تيوب وحواليها البلانس سول تسليوشن البلانس سول تسليوشن هيحصل هايسحب هايسحب من خلال هزا الممبرين يبقى تاني بلاط لو يريع يريع عالية هتخل بالسوليوشن ده يبقى انا عملت غسيل للايه للبلازمة دي فضيت الحاجات العالية اللي فيه سول مولوكولار ويت سول سول هاي كونسنتريشن ان زي اكروز اكروز سيسنوفان ممبرين انتو دي باث قال لك ممكن بواسط الارتفيش الكيدني او الهيموداليس ده اقدر اعمل كوريكشن للأسيدوز عن طريق ان انا ممكن احط في احط بايكاربوني يبقى البايكاربونيت بتركيز عالي هيدخل للدم في زود البايكاربونيت فعليكة الاسيدوز عدينا الدم من خلال الريديال ارتلي سولوفان تيوب هيرجع لفين في الرست رست فين يبقى فكرة الهيموداليس ان الدم هناخده من الريديال ارتلي ونوصله بسولوفان تيوب عيمة في ايزوتوني سوليوشن زي البلازمة و الدم هيرجع للريست فين الدم هو ماشي في سولوفان تيوب هيحصل ايه هيحصل الحاجات العالية اللي فيه مع هذا الريديال او طب ايه عيوب الهيموداليس 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 اللي هو الغسيل الكلو او الارتفيش الكدني ايه ال ديس ادفانتج اولا دوزنت كوريكت انيميا ما بتعليكش الانيميا ما بتصلحش الانيميا الدوزنت كوريكت هيبر تنشن يعني الحياة مش وردي ما بين الهيموداليس والهيموداليس ممكن يحصل ايه ممكن يحصل ديفلوبمنت اليوريميا تاني برضك بيبقى عرضة لانفيكش وهيمرج لو بيتعمل الهيموداليس ليه الاطفال ما بيحسنش النمو دوزنت ريستور ما بيرجعهش للنورمل جروث مش كده وبس اكسب يبقى الحياة مش وردي بس ايه ايه اللي رمك على المر الامر منه اوقات الدياليس ده بيبقى لايف سيفك بينقص حياة البيش من الزيادة المطردة في البوتاسيون الزيادة المطردة في النور بيروتين نتروجيناس كومباونس يبقى الدياليس قدرت اعرف ديفينيشن لها فكريت ايمة على ايه ايه الطيبس بتاعتها سواء البريتونية الدياليس او الهيمو دياليس ثم عرفت ازاي اعمل البيوتونية الدياليس ازاي اعمل الهيمو دياليس وايه عيوب الهيمو دياليس يبقى انا النهاردة اتكلمت على ايه اتكلمت على في الرينال فالعرفت ديفينيشن يعني ايه رينال فيليور سما عرفت اه ايه هي ايه وكلامت على الاخوت الرينال فالعرف ديفينيشن قوز مانفيستاشن برو نوز اند تريتمي وكل الكلام ده بكرنه. عشان لو قال لكم ما بين بقارن في كل نقطة انا قلتها سواء او 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 ثم اخيرا اتكلمت على للتواصل عبر الموقع خافض لضوط احلى منتدى دوت نت وعلى الفيسبوك سوك في السيرج جروب وعلى اليوتيوب دكتور خالد ايه ابو الفضل شادل نسألكم صالح الدعاء